اهلا بكم الجديد نبدأ من المغرب الذي شهد الاجتماع الاول لمجلس الاعلى لسلطة القضائية بعد التعيينات الملكية لمسؤوليها تم التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة في اجتماع المجلس كما اكد دكتور محمد عبد النبوي المعين حديثا على رأس المجلس على التوجيهات الملكية الرامية للإسراع في ورش إصلاح القضاء الاجتماع ناقش اعداد استراتيجية لعمل المجلس على الامد القريب والمتوسط ترمي الى تجويد الاداء القضائي والرقي بالعدالة العاهل المغربي كان قد ركز على حماية استقلال القضاء وتطوير ادواره الاساسية في تنبية وتحقيق العدالة اثناء تعيين اعذاء اعضاء المجلس رؤساء المؤسسات القضائية المغربية الجدد يدشنون مهامهما الدستورية بتعزيز حركية مفهوم التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية في الذكرى السنوية الرابعة لتنصيب اول مجلس اعلى للسلطة القضائية وملاد ثالث سلطة في المملكة تعاون يهدف الى تفعيل امثل للإدارة القضائية عبر تغيير تركيبة الهيئة المشركة للتنصيق بين السلطتين وتحديد اختصاصاتها التنظيمية لتحقيق النجاعة والفعالية هذا سيسير بكل سلاسة تدبير كل ما يتعلق بتنزيل مضامن إصلاح منظومة العدالة وكذلك تدبير سير المحاكيم على مختلف المستوى تكون في حدود اختصاصاته وبطبيعة الحال هذا كله يصب في خدمة المواطن وتطوير أداء العدالة وإيجاد الآليات العمل المناسبة وكذلك دراسات كل ما يمكن أن يعزز استقلاص السلطة القضائية من جهة وكذلك ما يعزز تدبير ومستوى الأداء داخل المحاكم صياغة قوانين التنظيم يتهم بالأساس المفاتيشية العامة لشؤون القضائية وقانون التنظيم القضاء بالإضافة للنظامين الأساسيين للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من بين المهام الرئيسية الموكلة للهيئة المشاركة يحدد تأليفها وآلية اشتغالها وهي هيئة مقررة بمقتضى المدى 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لكي ينص على إحداث هذه الهيئة لتنصيق في مجال الإدارة القضائية إذا نحن لدينا رؤية الآن أوضحة من السابق بل عزيمة أقوى لكي ننخرط في تسريع وطيلة إصلاح منظومات العدل ضمان توازن السلطة وانفصالها وتعاونها مبادئ دستورية في صلب اهتمام المسؤولين القضائيين لتجاوز الإقراهات وضمان استقلال مؤسساتي كامل للسلطة القضائية برامج عمل تجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية على المستويين القريب والمتوسط هدفها الأساس هو التفعيل الأمثل للإدارة القضائية لكن دون المساس باستقلال السلطة الثالثة في البلاد وهو ما يحرص القائمون عليها اليوم على تحصينه كمكتسب يخدم مصلحة المواطن فدوى مرابط قناة الغد الرباط وفي تصريح خاص لقناة الغد أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية الدكتور محمد عبد النبوي على سعيه لتحزيز استقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة واستكمال ورشي إصلاح منظومة العدالة وتقوية ثقة المواطن بمؤسسات القضاء نحن نهف إلى إعادة جسور التقى ما بين المؤسسة القضائية ومن المواطنين وخلق نوع من التواصل من أجل أن يتفهم المواطن عمل القضاء ويستوعبه ويستعمل في تقييمه الوسائل القانونية التي يتم بها إنجاز القرار القضائي لأن هناك فوارق ما بين الطريقة التي يشتغل بها القضاء والطريقة التي يتم بها تقييم أعمالهم من طرف الرأي العام مما يخلق الكثير من الاتباس الذي يؤدي إلى المساس بثقة المواطن في العدالة كثير من القرارات هي قرارات صائبة من ناحية القانونية يتم تدولها عبر الوسائل الاجتماعية بشكل مغاير وتعطاها تأويلات مخالفة للقراءة القانونية مما يؤدي إلى تصرف الشك لدى المواطنين في تلك القرارات أو في الجهات التي أصدرتها فنحن سنحاول أن نعمل مع المجتمع مع فعالية المجتمع المختلفة على إعادة التقى إلى المؤسسة القضائية هذا عمل طويل يتطلبون سنوات عديدة وكثيرة ولكننا سنشرعه في الخطوات الأولى إن شاء الله إذن غير ذلك ينتظرون عمل كبير سواء في مجال الإدارة القضائية التي شارعنا اليوم في توقيع القرار المنشئ للجنة خاصة بها وهي لجنة تتكون من الوزارة المكلفة بالعدل ومن مؤسسات سلطة القضائية وذلك بغاية التنسيق في مجال الإدارة القضائية التي تهم عمل محاكم طبعا القانون المغربي يميز ما بين الإدارة القضائية وهي تدبير شؤون الموظفين بالمحاكم وكذلك المسائل اللوجستيكية والمسائل المادية والمسائل المالية المتعلقة بسير المحاكم وبين المهام القضائية التي تتعلق بالفصل في النزاعات هذه الأخيرة يختص بها القضاء وحده ولكن الإدارة القضائية هي شأن مشترك ما بين الإدارة وما بين السلطة القضائية تقع فيها بعض الإشكاليات لا بد من إيجاد هيئة للتنسيق نص عليها القانون التنظيمي وتنشأ بقرار مشترك ما بين الرئيس المنتدى بالمجلس ووزير العدل وهو ما وقعنا لهم هذه الأمور واضحة أن القضاء مستقل القضاء هو لمستقل القضاء مستقل عن السلطة الشريعية وعن السلطة انفيذية ولكن مجال الإدارة القضائية له عمل إداري كما يسمى من كلمة الإدارة فهو عمل إداري بما أنه يساعد القضاء فإن القانون التنظيمي والمحكمة الدستورية رأت أن يكون عملا مشتركا بمعنى هو عمل إداري تشارك فيه السلطة القضائية لأنها متوقفة عليه في إنجاز مهمها الأمور هي واضحة إلى حد كبير ولكن هناك بعض الإشكاليات البسيطة التي يجب أن نضع فيها الفواصل والحواجز حتى لا يستغرق العمل الإداري العمل القضائي والعكس صحيح وحتى تقوم كل جهة بمهمها بالاحترام والتقدير الواجب لها طبيعة الحال السلطة التنفيذية هي سلطة منفصلة عن القضاء والدستور ينص على توازن السلطة وعلى انفصالها وعلى تعاونها ونحن في إطار هذا الفصل من الدستور الفصل الأول الذي ينص على تعاون السلطة نعطي حركية لمفهوم التعاون والمفهوم التنسيق داخل الإدارة القضائية لا هي أولا تجربة إيجابية تجربة إيجابية أولا جميع السلطات احترمت استقلال السلطة القضائية ولسيما سلطة شريعية وسلطة تنفيذية إذن البرلمان يحترم استقلال السلطة القضائية الحكومة تحترم السلطة القضائية ولا تدخل فيه السلطة القضائية تأسسات لأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يباشر مهمه في تدبير الوضعية المهنية للقضاء منذ أربع سنوات وفي حماية استقلالهم ولكن تنتظر أوراش أخرى في تحسين وتطوير منظومة العدلة على العموم وهو مطالب بوضع تقارير في هذه القضايا هذه التقارير سيكون لها ما بعدها من جهة أخرى فسلطة تنفيذية هي متواجدة في المحاكم في شخص الوزارة المكلفة بالعدل لأنها هي التي تشرف على موظفي المحاكم غير القضاة وتشرف على مباني المحاكم وعلى كل مسائل مالية والمادية بها وعلى كل أعمال التي يدى الطبيعة إدارية صرفها فبالتالي لابد من إيجاد نوع من التنصيق تنتظرنا مهام كثيرة اليوم إن شاء الله ستجتمع هذه الهيئة في حلتها الجديدة وستضع استراتيجية لعملها في الأيام المقبلة استراتيجية العمال تتوقف على تعديل العديد من النصوص القانونية التي ستتولى وزارة العدل رفعها للمصار تشريعي كالعادة وعلى وضع نصوص جديدة لأن ينقصنا قانون يخص المفتشية العامة لشؤون القضائية أيضا نتوخى منه أن يعطينا آلية جديدة من أجل مزيد من الشفافية داخل المحاكيم ومزيد من النجاعة وأيضا من أجل تخليق الجهاز القضائي وتحسين الأداء به فإذا هناك أيضا قانون تنظيم القضائي الذي كانت لمحكمة دستورية قد أبطلت بعض مقتضياته يجب أن يعاد إلى الدورة الشريعية من أجل إعطاء المحاكيم دفعة جديدة بمقتضى هذا القانون بعد تعديله وفقا لقرار المحكمة الدستورية وهناك بعض تعديلات التي ينتظر إدخالها على القوانين التنظيمية المتعلقة إما بالنظام الأساسي للقضاة ولسيما القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة طبعا دستور واضح لا توجد أي مؤسسة ولا أي شخص يتحمل مسؤولية عامة في الدولة بعيدة عن المحاسبة فقط أن المحاسبة لها أدوات متعددة المحاسبة البرلمانية واحدة من المحاسبات ولكن هناك أنواع أخرى من المحاسبة في النسبة للقضاء له أدواته الخاصة التي يشتغل بها ولسيما أولا المجلس الأعلى للسلطة القضائية تشكلته يتشكل واسعة من 20 عضو وبعضهم من خارج النظام القضائي وشخصيات وازنة سواء في حقوق الإنسان أو في وسط المملكة مثلا بالإضافة إلى الشخصيات المعينة من قبل جلس الملك وأيضا لا يجب أن ننسى ذلك هو أن نصف أعضاء المجلس على القضاء هم قضاء منتخبون من بين قضاء المحاكم وهذه خاصية مهمة توفر للقضاء صوت داخل المجلس من أجل الحفاظ على استقلالهم من أجل الحفاظ على حيادهم من أجل الحفاظ على تجردهم وحماية للقضاء من كل تدخل أيضا هناك مهام أخرى تنتظرنا لتفعيل ما ينتظره جلالة الملك من القضاء ولسيما أن يلعب القضاء دورا وازنا في حماية الاستثمار وحماية مناصب الشغل وفي أن يكون مشجعا على الاستثمار بالمغرب سواء الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي وأيضا على أن يكون له دور أساسي في التنمية بمختلف أنواعها التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية التقافية نعتقد أن للقضاء لم يقل كلمته كلها طبعا هذه الأشياء لا ترتبط بشخصي ولا بشخص واحد ولينما ترتبط بالمنظومة العامة ومن جهتي سأحاول أن أكون محركا فاعلا في هذه المنظومة بتعاون مع كل شركائنا سواء داخل وزارة العدل أو داخل السلطة القضائية ولسيما السيد الوكيل العام رئيس النياب العامة وأيضا مع شركائنا الآخرين هيئات الدفاع محامين وموظفي العدل والمفوضين القضائيين المؤتقين، الخبراء، العدول، التراجمة وجميع هذه الهيئات التي تشتغل يوميا في المحاكم كلها لها دور في تحسين منظور العدلة وتقوية أدائها وإعطاء صورة إيجابية عن العدلة بلدنا ولمزيد من النقاش ينضم إلينا من الرباط الدكتور ميلود بالقاضي رئيس المرصد المغربي لدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور على شاشة الغد ربما تابعت معنا تصريحات رئيس المنتدى بالمجلس الأعلى لسلطة القضائية الدكتور محمد عبد النبوي كشف على عدة نقاط نحاول أن نناقش ذلك نقطة بنقطة زرع الثقة بين مؤسسة القضاء والمواطن كيف سيتم ذلك؟ أعتقد أن ما طرحه دكتور عبد النبوي يمثل فعلا معادلة صعبة بالمغرب وبالوطن العربي وهو كيفية ترصيخ الثقة بين منظومة القضاء وبين المواطن ونحن نعرف أن نظرة المواطن إلى هذا المجال الحيوي هي نظرة فيها نوع من الشك نوع من الحضر إذن لاسترجاع الثقة ثقة المواطن في القضاء أو في العدالة المغربية هذا مشروع متكامل هذا مشروع يجب على كل الفرقاء أن يلعبوا دورا أساسيا في ترصيخ هذه الثقافة أولها القضاء القوضات أنفسهم وزارة العدل الإعلام المواطن ذاته هذا المواطن الذي يجب أن تراهن الدولة على تطقيفه حقوقيا وقانونيا حتى يمكن أن يعرف كيف يجب أن يدافع على حقوقه وكيف يجب أيضا أن يؤدي واجباته وأعتقد أن هذا مشروع كبير يتزامن مع المشروع الإصلاحات الكبرى التي أتى بها دستور 2011 وأيضا مع الإصلاحات الكبرى التي ينادي بها صاحب الجلالة وأعتقد أن هناك كلمة أساسية ركز عليها الدكتور عبد النبي وهو استرجاع ثقة ليلعب القضاء دورا ليس الدور التقليدي بل دور التنموي في أبعاده العامة البشرية التدبيرية الاستثمار استرجاع الثقة وأعتقد أن نحن اليوم أمام إصلاح جديد للعدالة وأيضا لجسم القضائي المغربي استقلالية القضاء أيضا كانت حاضرة في تصريح الدكتور عبد النبوي ماذا يقصد هنا؟ هل استقلال القضاء عن السلطة التشريعية أم التنفيذية أم كليهما؟ تعرفين السيدتي أن مشكل فصل الصلاة أو استقلالية القضاء هو مفهوم فلسفي عام وجاء دوستور 2011 ليرسخ مبدأ الفصل بين السلطة ولكن على أساس التعاون والتوازن والمقصود من استقلالية القضاء عن باقي السلطة وخصوصا السلطة التنفيذية أي الحكومة أو السلطة التشريعية البرلمان يقصد به أن لا تتطاول أي سلطة أخرى على السلطة القضائية بمعنى أن الحكومة بكل وزرائها وكل مواردها ليس لهم الحق التدخل بأي صفة أو بأي كفية في مسار القضاء نفس الشيء يمكن أن يقال أيضا عن السلطة التشريعية فلهدف الاستقلال هو يعني ممارسة السلطة القضائية مهمها الدستورية والقانونية دون أن تخضع لأي ضغط أو أن تتأثر بأي شيء سواء من السلطة التنفيذية للحكومة أو من السلطة التشريعية وأعتقد أن هذه الاستقلالية هو ورش كبير ولكن في عدة تحديات وفيه مشاكل يعني الآن يجب أيضا أن نعي بأن هذه الاستقلالية ما زالت في حاجة إلى إصلاحات عميقة نقطة أخيرة وهي ربطا المسؤولية بالمحاسبة كما ورد في تصريح الدكتور النبوي ماذا يعني ذلك أو كيف سيتم ذلك تعرفين أن من أهم المفاهيم التي أتى بها دستور 2011 ويردت المسؤولية بالمحاسبة بمعنى وهذا هو جوهر أو فلسفة فصل الصلاة بمعنى أي مسؤول كيفما كان سواء في السلطة القضائية أو في السلطة التنفيذية أو في السلطة الشرعية أو كان مسؤولا في أي موقع ويتحمل تدبير السياسات العمومية أو الشيء العام العمومي فهو يجب أن يخضع لنفس المساطر ولنفس القوانين وهذا ما يعني أن اليوم في المغرب لاحظنا أن الدولة المغربية بدأت في تفعيل هذا المبدأ وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة وأعتقد هذا يدخل في فلسفة التخليق الحياة العامة وفي فلسفة الإصلاحات الكبرى التي على المغرب الآن أن ينجح فيها لأنه لا مستقبل لأي دولة أو أي شعب دون أن يتوفر على قضاء نزيه ومستقل على حكومة قوية وعلى برنامى مؤهل بموارده البشرية شكرا جزيلا على كل ما تفضلت بها الدكتور ميلود بالقاضي رئيس المرصد المغربي للدراسات السياسية والاستراتيجية كنت معنا من الرباط